السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه يا رب في احسن صحة وفي احسن حال معاكم حنان حمودة من قناتي سهلة وبسيطة معا حنان حمودة النهاردة انا عملت بسكوت اللانك شاير زي ما انتو شايفين تحفة تحفة والله العظيم عامل بالضبط زي الماكرون الفرنساوي هشي جدا دايب انا عامل منه اشكال كتير زي ما انتو شايفين الشكل المتعرف عليه بتاع الماكرون اللي هو الالوان عامل منه نجوم وقلوب وعمل منه الشكل اللي هو زي البيس كريم كده التركي وعمل الشكل العادي اللي هو مضلع من فوق دوت يعني خمس افكار في فيديو واحد من نفس العجينة بجد وهمية جدا 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 تعالوا يلا نشوف المأدير بتاعة البسكوت الهشي اللذيز ده المأدير في منتهى السهولة هجيب بول عشان احطها معاكم وتبقوا شايفينها معايا المأدير كوباية من السمنة كوباية عادية انا عندي الكوباية المعيارية او الكوباية الماية زي الكوباية دي بالزبط وهنحط عليها كوباية لربع سكر بودرة او سكر خشن يعني لو انت عندك مضرب زي كده انا هحط مضرب سوريا هحط سكر خشن واضربه كويس بالمضرب هحط فانيليا وحط زرة ملح ومعلقة صغيرة كاربوناتو واعد اضربهم كويس قوي اول ما يبقوا كريمي هكسر عليهم البيض وبعد كده انزل بكوباية اللي ربع من النشا برضو زي ما قلتلكم من نفس مقاس الكوباية اللي اخدت بها السمنة وضربتوهم برضو باو كريمة بالمنظر ده هنزل عليهم بتلك كوبايات من الدقيق بس نص نص يعني نص كوباية نص كوباية تمام كده ابدأ انزل بيهم وهنخلهم يا جماعة لازم انزلهم حتى لو انت نخلت دي قبلها لازم تنزليهم منخلين عشان تدخلي في البسكوتة هشاشة كده وانا كده كده هكتبلكم المقادير تحت في الوصف عشان تشوفوها براحتكم تمام يا حبيب قلبي هتبدأي بقى تقلبي من جوه البرا بترطيف الصوابع يا جماعة مش بنعجنها مش عجينة بتعجن ولا حاجة انا معايا هنا اربع اطباق ومعايا لون اخدر ولون احمر وكمان معايا معلقتين كبار من الكاكاو عشان اخلي العجينة بتاعتي اربع الوان الكاكاو في اول طبق وهحط لون اخضر لون احمر سوري على قطعة من العجينة ولون اخضر على قطعة تانية وهسيب قطعة لونها ابيض زي ما هي انا اسفل لوجو جهب الغلط على الصورة بس انا هوريكوا اهو انا ادعكتهم اهم بقى لون اخضر ولون احمر طوح وده اللون الابيض والكاكاو بالشوكولاتة انا هسيب الاثنين الابيض والشوكولاتة دول شوية كده يستريحوا وابدأ اخد الاخضر والاحمر بصوا عملوا كور وما دوس عليها كور زغنونة كده في حجم البلية ومش هدوس عليها ولا حاجة هسيبها وقفة زي ما هي كده والصنية بتاعتي وفيها ورقة زبدة هوا بيلزقش ولا حاجة بس برضو تأكيدا انا هخلصهم كلهم وارجع لكم طيب تمام انا عايزة واريكو شكل تاني يعني انا عملت شوية تكاور وبعدين قلت واريكو شوية تاني هجيب ورقتين او لأ سوري كسين بلاستيك لازم يا جماعة ما تفرديهاش على الرخانة مرة واحدة عشان مش تعرفي تشيليها تمام العجنة دي فيها سمنة مش زبدة زي ما انتم شايفين هجيب بقى عندي قطعة على شكل قلب هبدأ قطعة بكل سهولة ادوس فيها وبعد كده هلمها وعندي كمان الوردة الزغيورة دي ممكن برضو اعمل منها شوية هنبدأ نفرغ العجينة عندي اشكال تانية كمان لو عايزة استخدمهم بس انا هستكفى بدولا انهم صغيرين انما التانيين خبار شوية هنبدأ نفرغ كده العجينة والعجينة اللي بنفرغها مفيش فيها مشكلة كل ما انفرغها هيبقى عندي القلوب والوردة اللي انا عملت ورا بحاول افرغها اكبر قدر ممكن عشان اواريكو قدي الوردة شكلها لطيف جدا او عاملة زي نجمة البحر وايدي القلب هجمل تفريغ بصوا القلب اهو طالع شكله لطيف جدا انا هنا خلصت عملت كمية كويسة مريضة صانية علشان خاطر هلزقهم في بعض وعملت كمان الصاج التاني عملته بالدوريات انا هنا هعمل شكل تالت اللي هو شكل البيس كريم بصوا انا بجيب تلات كورس وغنانين انا مقال سماهم كده اه تلاتة واحطهم على شكل مسلس وحط كمان تلاتة على شكل مسلس تاني ابيض اه متخللين بعض بالمنظر ده وابدى قلمهم كويس جدا على بعض وممكن اسيبهم بالمنظر ده او ممكن يلفهم في راحة ايدي في الحالتين يبقى شكلهم حالو زي ما قلتلكم تلاتة على شكل مسلس وكمان تلاتة في قلبهم بصوا انا كده عملتها ممكن يلفها في راحة ايدي تطلع منظرها لطيف كده زي الدوامة يا اما المنظر ده يا اما المنظر ده انت واللي رايحك زي الوردة انا بفضل شكل الوردة ده تمام بصوا بعد ما استوى الملون بتاعي مش عايز اقول لكم تحفة والله العظيم وادي الابيض والاسود الاتنين برضو بعد ما استوى حلوين جدا 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 بس كنت ناجح وهي القوي قوي 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 بصوا شكل البيس كريم جميل جدا جدا وكمان عملت شوية مقفلين وعاولتهم بالطباعة بتاعة الكحك عشان يبقى شكلهم زي البس كريم السادة بجد وهمينين جدا وهش ولذيذ وخفيف وماخدش سبعة دقيما دقيق في الفرن وزي ما انتو شايفين تلك كوبات دي وكوبات سمنة وكوبات اللي ربعا انيش هبصوا وعملولي كمية قد ايه بسم الله ان شاء الله يعني كمية محترمة انا هلزقهم قدامكو هلزق بينكو حاجة بزيطة معايا سوس فراولة انا عملايا هلزقهم كده هلزق كل اتنين على بعض انت بقى ولي ريحك نفس اللون لون مختلف معايا الفوصدق الكداب اللي انا عملايا هنزلهم فيه ولفوهم كده عشان يطلع معايا بالمنظر اللطيف ده لزاقي بقى براحتك ومعايا جوز هند معايا فرماسيل ملون ومعايا فرماسيل شكولاتة لزاقي براحتك زي ما انت عايزة معاك فرشة معاكيش فرشة برضو عايز لزاقي بايدك عادي يعني بس انا بستغسل الفرشة عشان احافز على قدية نضيفة ادي فرماسيل ملون وكمان في فرماسيل شكولاتة في الطبق التاني وفي جوز هند وراه لو شايفينه بصوا يعني الشكل ده بتاعك القلوب برضو الشكل ده بتاعك والتزويق ده بتاعك زوائب الشكل اللي تحس ان هو حالو وراديكي ونزليه بقى في الشوكولاتة نزليه في جوز الهند زي ما ريحك بجد بسكوت هش ولذيذ لو قوم مرة شوفيني يا ريت اشتركي في القناة واتفع علي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله اخلص كل الكمية وارجع واريكو شكلها بصوا بقى المنظر والحلاوة بجد وهمي حلو جدا جدا انا شكلته بالمنظر ده هش وجميل وعالي وزي ما قلت لكم بديل للمكرون اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم ونالت رضاكم مبسوطة اني كنت معاكم عيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين مع السلامة يا احلى متابعين في الدنيا اشوفكم على خير ان شاء الله تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع الكحك وفيديو القرقيش ان شاء الله هيعجبكو اوي 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة